اعتباراً من اليوم وحتى الأول من مايو المقبل يبدأ العمل بقانون المرور الذي ينص على تشغيل مصابيح السيارات أثناء ساعات النهار بدأ العمل بهذا القانون في أوكرانيا منذ عام 2013 وذلك بهدف زيادة الرؤية وخاصة في الظروف الجوية السيئة مع مراعاة عدم استخدام الضوء الكشف أو ضوء الضباب بدلاً عن الضوء العادي أثناء القيادة حيث يعاقب القانون على تشغيلهما بغرامة مالية اشتركوا في القناة